السلام عليكم إن شاء الله هركم لابس إن شاء الله هركم بخير إن شاء الله المتتابعة تتعيوين ما كانوا يكونوا بأحسن الأحوال نرحب بكم كامل نقول لكم السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم نورتوا القناة اليوم خياتي عندنا وصفات ملحة وحلوة نحن ديروا واحد الخميزات يجوا هكذا قطنيين من أرواع ما يكون تكلوا بهم الشرب ديروهم للصحر تطيهم لوليداتكم هكذا شغل كوجبة يعني راهي فيها هكذا يكلش خاصة يكونوا صايمين ونكونوا شوية مشغولين وبالك ما تكونش عندنا هديك الحاجة اللي رانا رايحين نسخنوها لهم المهم خياتي هنديروا هدوك لك خفاف ضرف هنضي بوشية كباب وشية شربة المهم ونديروا روتين ديهم خليراسي المسحي هدك الخيجيتة غطي له مسحق فيه فضريفة يعني ما رغونتوش مسحتو غير بهكذا يشيفو وقلت ندير فيه شوية تعقودية اللي تخلي كي ما قلت لكم أنا هاد الخطرة مدرت كامل هدوك تحضيرات ولا هدوك ترتيبات من قبل يعني الواجد من الموجود اللي كان عندي في الدار هو اللي دورت به يعني نحكي على القديان والحاجة اللي كانوا يخصوني كنت يوميا اللي تخصني نشريها والحاجة اللي كانوا عندي هديك هي المهم كي ما مداري نقول لكم مني درم يلعب دور كبير باش نحسوا بهديك الراحة النفسية خاصة اللي بلاكة الفريجيدة الخزانة واللي تتعرفوني بلي أنا مدمنة تاعة ترتيب ونحب نرتب الحاجة يعني قسطو يجيتم وراح تيجيتم كما مداري نقول لكم خياتي أنا يا مدابية الحاجة اللي نفتحها نصيبها كل حاجة في بلاستها وكل حاجة مقيقية هكذا حننقص على روحي حاجة بزاف بزاف يعني عندي هاد العلب اللي راهم سنين وهما عندي يعني ما راهمش مليوم الحاجة اللي نحسها شغل تعرق ولا كما هكذا يا الخضر بعد ما نديرها في بابية فيلم نسبق لها ونحب عليها هديك الخضر ونزيد الحاجة اللي نحسها تعرق وما كونش ديرتها في بابية فيلم حاجة بينها نزيد نغطيها بورقة من الفوق مثلا كما هكذا تمر اللي أنا ندير فيه سبقت له وريقة من تحتها وزيت غطيته بورقة باش حتى إلي عرقت هاد هاد اللي بوت ما فهمت شعراش يعرقوا ولكن ولا وليت صبتهم تشفوا العمليفات كي قتلكم هاد العلب كي ندير فيهم يعرقوا مساعدونيش بزاف نعمو كي يطاتني واحد الأخت تدبير قتلي فرشيلها هكذا يا الورق هم رايحين يقعدوا على حالهم على كل حالة نحنا باش نتبادلوا هادوك الأفكار وكل واحد لي شف حاجة ولا كيما قولوا كانت عنده فكرة في حاجة اخنيها هنا هكذا يا في التعليقات على كل حال ست فتكي مرا كنت شوفوا كل حاجة في بلاستها وانا مدى بيا هكذا شغل الحبة تاع خضرة ولا فاكية ولا هادك اللي تكون طيبة بزاف مدى بيا هادك هي اللي نفوت فيها يعني كما تربينا كما اشتي مكان تدير كان بابك يجيب القضيان دائما تحكم هادك الحبة تاع الخضرة ولا فاكية طيبة هي اللي تفوت فيها وهادو كل حبة تشابه تديرهم داخل في خيجي داغ حتى يلا قاعدوا يعني وقت طويل مراه ورايح يصالهم حتى حاجة المهم نظمت هادك الفريجي داغ رديتو يا شعل يعني مسحتو هديك المسحة الخفيفة وازد ترجعت كل حاجة في بلاستها هكذا يتحسي به هديك الراحة التامة وتاني كما مداري نقولكم بخياتي الحاجة اللي نكونوا رايحين ديروها داخل في خيجي داغ هادك شيفون ما يتنحش من يدنا دائما نمسحو هديك الباطا ولكن يكونوا رايحين متجبدو يكون هادك شيفون في يدنا يعني يدنا رايح ينشفه ما لانا رايحين نخمجو حتى حاجة هكذا خياتي هادك تنظيف ليدرنا راه ورايح يشدنا وقت طويل المهم هادك الفريجي دار راه ويشاهي هنا يا جز تندير العشا ديالي درت شوية تعال الكباب ودرت تانيت شريبة كما قلت لكم انا شربة مضيبة شاكدا بشكل يومي كيت خلاص لي هاني رايحة نزيد ندير كمية وحده أخرى فت في الأشوار تاعي رايحة كمية على البصل نقصت شوية فط نيجرة بش ندير به الكباب وهذاك الباقي درته داخل القدرة وفي نفس الأشوار بش ما نعودلوش هكذاك الغسيل انا نديرو إعادة تدوير درت فيه هادوك زوج حبيبات كبار تاع الطماطيش كما قلت لكم سنينة تتعتم ودرت هاداية تقدروا تقوله طريف صغير تاع القرعة درتها معها الداخل اللي تحب تدير اه ما نشعر فحبها صغيرة تحت عزرودية ولا تنقص لها هديك الحموضة تاع الطماطيش تقدر تدير داخل درتها هاداك الحشيش كما ندري نقولكم أنا نحب نديرو بوكي ما نحبش نديرو طريفات صغير هاكدة معالخار إذا زيت لها شوية معنا عيابس ولا زيت قطعت لها شوية تاع الحشيش ما نحسوش هاداك اللون تاع الشربة راح كها ملوة تبدل لونه بسكوا على بالكم الحشيش شوالكي طيب هراه رايح يقول لي يمت بالكحولية وحتى الشربة تانا إذا كانت لونها شباب راح يتلف بهذاك الحشيش اللي كانت تقطع من قبل يعني كتدبيرة اللي تحب تديرها التدبيرة أهلا وسهلا وليح بتقطع الحشيش التاحة ويساعدها هكذاك داني تدير الحاجة اللي يساعدها المهم توابل تاع الشربة عندي أنا توابل خاصة ينشرهم هكذا يطلعين ديرهم من داخل رشة تاع الملح شيعة كريش ويحال اللي يحب الحال بطبيعة الحال ونس كين نس تحب دي لها رأس الحانوت كين نس تحب دي لها الخرفة كل واحد وش يحب يدير للشربة التاعو المهم السر تاع البنة تاع الشربة في تقلية قد ما قلينها مليح مليح وعلى نار هادية وخليناها يعني يتلبي على نار هادية قد ما كانت هديك الشربة تاعنا بنينا نجل تاع نخيات يراهم يطيبو كما راكوا تشوفو هنا هديك الفاكية اللي يقول لكم ما رايحة هكذا يا حبيبات مرجوعة غير نديلها مرجوعة غير نديلها صالة دي فخوي كما راكوا تشوفو قطعت هدي كتينة قطعتها كامل قلت ما نخلي حتى احب فيها هكذا ينتهن منها ما تقعد تفسد موالو والحبيبات بتاع الفاكية يعني واش كان عندي داخل فخيش إذا اخبرتها الداخل تقدروا تديروا لها المزهر وسكر تقدروا تديروا لها جدوغنش كل واحد واشي يحبي ديلها الكمية تاع السكر مكترش بس كل فاكية راحي حلوة إلا كانت عندكم بالك هذيك الفاكية لشوية قارصة تقدروا الدوب لي والسكر دلت هذوك البريجات تتاع القارص باش ما يكحليش هذك البانان المهم هكذا يتنتكل خذ ما نتقعد غطيتها بابي فيلم ديرها داخل فخيشي داغ ونخليها حتى تلع شي وحدة برد مليح وتانيت هذك السكر يدوب مليح مع هذوك الفواكه بعد ما يدوب هذك السكر حاجة بين هذك المظهرة ورايح يتقل هنا هي طيب شوية طماطش تاع البيتزا درت الحبيبات تاع طماطش يعني بقشورهم قطعت حبة على ربعة درت له هذو تسنيناتهم شوية أعشاب عطرية ملح فلفل كحل وفلفل عكري اللي يحب الحار يقدر يذير الحار لداخل هذو هما برق اللي درتهم شوية زيت الزيتون ودرتها غلية غلية ولا زوج فطني جرى من بعدها جست حطيتهم داخل الأشوار كي ما راكوا تشوفوا خياتي اللي انت حيخرج بزاف بزاف شباب وتاني تكيد كن عندنا هذك هذلة سوستو ما تمناش رايحين نعجزه كامل على هذيك البيتزا المهم أنا درت هذل الخبيسة تقولت نخبي كمية الكبيرة في هذل باطا يعني نستعملها هذل يامات انا عندي واحد لقجر هكذا يفل فخيجي داخل الفوق شغل كلي يكونجلي يعني نحط فيها اللوح ونحط فيها الجاج الداخل شغل تقدروا تقولوا يبرد من لحم اللي حبابة والفريجيدال لتحته نديرها في هذك في هذك القجر ونستعملها هذة سمانة قعدت لي هذيك شوية قلت خلي نديرها هنا وحدها باش ندير بيها بس ما نقعدش اللقم ما نقعدش نجبت كمية من بعدها المهم هذية اللي حندير بيها هذوك الخبيزات لاني رايحا نشارككم الوصفة هذوك الخبيزات يعني مركة فرنسية وبزف بزف هايلين هذو ما راهم توفرين عندي يديروا 390 ألف خياتي ممتازين لغة التحوم كما راكوا تشوفوا بلحطة بالكبيرة ترفض كمية الله يبارك واللي تحتها والصغيرة كامل حاجة بينات على الزبدة طلبوهم من نميغو تليفون اللي راهو خرج لكم خياتي في نهاية الفيديو أقول رايحا نتصابون نميغو تليفون عايتو والتوصيل الحاجة بينا حيكون لغاية باب المنزل المهم هذيك الحميصة كانت طيبة درتها لداخل غلية غير غلية والأزوج معها هذك الجج وطفيت على هذيك المرقة على الكباب بيش كي يقرب المغرب نقلي هذيك البطاطا بيش تقعد حضرة وتاني تنقلي البورك عمرت هذيك طماطش اللي قعدت لي درتها داخل الأبوات يعني هذي راهي البطاطا كاملة يا ربي نحيت منها شوية في هذيك البطاطا الصغيرة المهم بيش تعرفوا أبي بريش حل ترفض هذيك البطاطا صغيرة هنايا كان هذيك البطاطا تعطل تعطل طماطش وقعد فيها تانية الفراخ كما قلت لكم خياتي هكذا يا بيش تعرفوا بالتقريب شحال فيهم العلب ولا تنتبهوا في البطاطا را هم كاتبين تحت كل العلبة شحال فيها من سونتين المهم كما شتوا هذيك المرقة على الكباب راهي طيبة وراهي واشدة وهنايا هذيك شريبات لها هذيك القرن تتبعوا معايا وتشوفوا الوصفة بالتفصيل عندي كاستع الماء يكون دافي يعني لحبيتوا كمية أكبر تقدروا اتضعفوا المقادر عندي هنايا مغرفة كبيرة تعال السكر مغرفة كبيرة بتاع الخمير تلخبز نخلطوهم هكذا شوي يابرك بالفوي من بعدها نغطيهم نخليهم يتفاعلوا مع بعضها باش نجوز ندير لهم المكونات الباقين كما راكم تشوفوا لازم نحطوهم في بلاسة دافية ولو انو راهو سخام نسخل الحال شوية هنا غير تفاعلوا لي نعود نخلطهم شوية بالفوي ونبدأ نحط المكونات عندي هنا يا سجو مغرفة كبار تحليب غبرة اللي ما عندهاش حليب غبرة تقدر تدير من الول كستع الحليب يعني تفتر هذك الكستع الحليب وتخدم به هذيك العجينة ديالها عندي هنا تقريبا خمس مغرفة تاع الزيت كبار درتهم الداخل بس كما عنديش هنا كمية كبيرة تعلما نخلط هذ المكونات معها بعدها باش نبدأ نجمع العجينة ديالي بالفارينة الفارينة هنا من ديروش كمية كبيرة باش تجينا هذيك العجينة بتاعنا تلاسق وهذوك الخبيزات ديالنا يجو من أروع ما يكون نحطوه بشوية ونخلطو نحطوه بشوية ونخلطوه حتى نلحقوه للقوام اللي رانا حابينو يعني نخلطوها مع بعضها بلق من غير عجن كما راكو تشوفون نزيد لها شوية تارفارينة بس كراحي هكذا يا شوية يبسى نخلط من الحمليح هاي اللي في العجينة التاعي كيفاش راهي والقوام التاحة نزيد نغطيها ببلاستيك غدائي ونخليها تتخمر هكذا ينديلها طرشون ونخليها حتى يضاعف الحجم التاحة هنا عندي الفلفل الصفر والحمر وهذاك الورانج وعندي هنا ياري كامر بالزيت كما راكو تشوفون راح نقطرو هو اللي حندير به هاد الخبيزات ديالي اللي جد وقتحهم من أرواح ما يكون هاديك سوستومات اللي ضيبناها هاوليك والراهي بعد ما بردت هادوه من مكونات اللي نعني رايح نسحقهم حاجة بين حبيبات تاع الزيتون ورشة تاع المعدنوس هادوه مابرك بعد ما العجينة ديالي ضاعف الحجم ديالها نجوزو ندروها خبيزات كلي تاع تاع اللمس من شوفوا راهي خفيفة دهنتي يدي غير شوية بالزيت هكذا باش ما تلسقش العجينة في ديالي فاسكو قد لكم خليتها هكذا طرية وقد ما كانت العجينة تاعنا طرية قد ما تغطينا لهادوك الخبيزات خفة ما شاء الله لهنا ديقازة هاديك اللابات وبديت ندير فيهم خبيزات يعني ديروهم كبار ديروهم صغار هذا راهو رايح يرجع لكم ولكن فضل ما تكونش هديك الخبزة بزر بس كرة هي رايحة تنفخ وتولي قدها قد قد المهم أنا قطعت لي يعني كمية لبس عليها دارت لي تقريبا 12 حبا يعني بهذاك الكاس تاع الماء اللي درتو نسوي كامل الحبيبات تقد بعضاهم حطيتهم هكذا يا فوق بابي كويسون كيما راكو تشوفوا قط لكم دارت لي 12 حبا شديت هدك الكاس ديرو هكذا من تحتف شوية فرينا باش ما يلسق لكمش وبدو ديرو هدك الفراغ اللي حنعمروا فيه الطماطيش اللي طيبناها المهم هي تعاوة تولي لكم العجينة عاوة وسعفوها شوية بشوية هكذا باش تكبروا هدك الفراغ هنا عندي حبة تعلبيت درت لها شوية تعلحليب باش تطيني هدك اللون الدهبي لهد الخبزات دينا أنا حبيت ندق لهم البيت ساير دا قبل من عمرهم من بعد نقول ليش جيني العملية صعيبة هكذا يولا حتاخد لي بزاف وقت وانا ساعف فيهم بشوية باش ما نقيش هدك الطماطيش من المستحسن دهنوهم من قبل رشوهم بشوية تعال سانوج والجلجلان أنا كيما راكوا تشوفوا هنا نص درتهم بالجلجلان ونص درتهم بالسانوج شكل تاحهم تاني تأيجي مميز كيما راكوا تشوفوا هكذا من بعد كل فراغ هدك حنحط فيه كميات طماطيش ما تكتروش بزاف بس كون حنزيدو نحطوهم من فوق الفلفل له كامل وهذا كذي كامل من فوق شغل بش ما تسيقنناش هديك لاصوس طماط المهم شوفوا لون طماطيش كيفاش راهوا يشهي هنا هاد الفلفل تقدروا تديروا الاخضار تقدروا تنحي وهي يعني أنا عطيت لكم فكرة وانتو ما تديروا الحاجة اللي تحبو تاكلوها المهم عملك الخبيزات ديالي كيفاش راهوا يخرجوا كيما قلت لكم الفلفل لكي يكون فيه الالوان وهو رايح يضينا هدك الشكل المميز لهاد الخبيزات خديت هنا يا بطا تعري كامر واني رايحان في الرغم غير فع صغيرة فق كل حبة صدقوني خياتي جوب بنان بنان من اروع ما يكون وخفاف وهكذا يا شغل كيت هديك الحبة راهي رايحة تشبع الناس اللي ما تحبش بورك يقدرو هكذا يبدلو شوية ويقلب هاد الخبيزات بورك تانية الدوق التحهم راهوا مميز نكملون عمرو الحبيبات التوعنا كامل ونوزعوا لهم هاد الريكامر كامل قد بعدهم هكذا باش يجونا هادوك الحبيبات متسوين انا هاد الحبة الباطة الكبيرة دارت لي هاد الحبيبات خصتني وحدة صغيرة نزيد نحلها باش نكمل ثلاثة اللي راهم اللور المهم نزيد نديلها من الفقه حبيبات تاع الزيت ونزيد نديلها تانية ورقات تاع المعدنوس تانية فخوماش غابي الحاجة اللي راكم حابين هكي ما قد لكم كإضافة تزيدوها هننزيد نقطر هادك الزيت ونخلي فيه يعني شوية زيت أنا مدابية هذوك الخبيزات ديالي كي طيبو ويبدو يتنفخو هادك الزيت تاع الطن يحبط عليهم يجي بزاف بزاف بنين ما قلت لكم خياتي ورقات تتعلم عن النوس الناس اللي تحبها حارات قدرت تزيد لها حتى هكذا شوية تاع الحار من الفوق سخلت الفرن على درجة حرارة 180 خليتهم طابوا هكذا يحتى ولا وبياندوغي ما عاودش خليتهم تخمروا للمرات تانية بس كل عجينة كانت متخمر مليح وبيد مديجا شغل زينتهم كامل حتى هذك الحجم التحام عاود الضعف إلا كان عندكم هكذا شوية برودة ولا تقدروا تخليوهم يتخمروا واحد لخمس دقائق كل عشرة باش تدخلوهم داخل الفرن عملك الخبيزات ديالي يراهم موجدين جو خفاف جو قطن كي نقول لكم ما شاء الله والريحة التحام رهي تطلع الله يبارك مع هذك الريحة تعطون جو بزف بزف بنان ننصحكم خياتي تجربوهم شوفوا كيفاش طابوا بهذا اللون الدهابي نقسم حبيبة ونشوفوها الداخل كيفاش جات هايلي كيفاش جات خياتي جات قطنية جات من أروع ما يكون ننصحكم خياتي تجربوها يعني وصفة رهي خفيفة ضريفة وتوجد في وقفة نهارت على اليوم خياتي طاحت فيه باركة كبيرة كملت هذك طيبات تتاعيق عاد لي شيئة على الوقت قلتوا الله غير ندير هذي الحبيبات تتعليق خاب يعني المقادر تحهم بسيطة هكذا وتانيت نجدوا حاجة حلوة للصهرة المهم حبيت نعطيكم بارك ملاحظة يعني في الطريقة تعطيها بتعليق خاب إلا حبيتهم يجوكم هكذا يا مقرمشين تخلوهم ينشفوا مليح مليح في المقلة يعني ما تقلبوهم شا هكذا يا بالخف باش يقعدوا لكم طريين وتانيت في الأجينا تقدروا تزيدوا غرفة صغيرة تعلميزينة هذيك حططيكم هذيك القرمشة ولي حبيتهم طريين ويتلوا بكل سهولة كما راني درتهم أنا اليوم تبعوا وشاني رايحة ندير بالتفصيل حك ديارك ورايحين تنجحوا بإذن الله في الوصفة وشوفوا عندي أحبيبات تعالبيت عندي زوج حبيبات تعالبيت درت لهم قريصة تعالملح ودرت لهم زوج مغرف كبار تعالسكر هذو هما المكونات اللي نديرهم نخلطهم شوية مع بعضهم بالفوي باش نبدأ نضيف لهم المكونات الأخرين عندي كاس تعالحليب وعندي كاس تعالفارينة والخمس مغارف كبار تعالزيت حاجة بينا وبتيل لابدوغ النوازات اللي راني رايحين ندهنوا بهم هذيك الكخاب تعالى شوفوا هنا درت هذك الكاس تعالحليب يعني هنا راهو القيل سوا سوا خياتي الكمية اللي حتخرج لكم هاد الحبيبات اللي حبيتو كمية اكبر يعني ضعفوا المقادير ديروا زوج كاسان حليب وزوج كاسان تعالفارينة واربع حبات تعالبيد المهم خلطكم اللي شمع بعضها حتين سجموا هاد المكونات الناشفين مليح ويولي لي هذك الخالط شغول شوية خفيف باش ندلو هذك الخمس مغارف تعالزيت على بلكم الزيت تعطينا هذك القرمشة لهادوك اللي كراب بتاعنا هذي اللي حبيتوهم شغول مقرمشيني اللي حبيتوهم طريين لا تقدروا تديروا يعني زبدة في بلاسة الزيت نغطيهم هناخياتي ببلاستيك غدائي نخلوهم يرتاحوا حوالي 4 ساعة هكذاك قسمان دي براسي هاد الدوزن ديالي هاوليك الميلونج بعد ما ارتاح شوفوا القوامتاهم ما يجي تقيل ما يجي خفيف هنا عندي هذك مقلة خاصة بليك خلف من المستحسين تكون عندكم مقلة خاصة بليك خلف باش كديروهم ما يلسقوا ما يتحرقوا ما حتى حاجة انا هذي يرا هي عندها سنوات كبار وهي عندي يعني ما قالش كامل اي راسي المهم كي ما قلت لكم مقبل السير تاع القرمشة في الطياب حبيتوها تجي تقرمش خلوها تزيد تنشف مليح مليح في المقلة ولكن انا حبيتهم هكذا يكونوا طريين كملوا طيبوا الحبيبات كامل خياتي بهدف طريقة اللي راكو تشوفوا فيها يعني طريقة سهلة وبسيطة وتوجد النتانيت في وقفة المهم هاو لك شكل بتحهم طيبوا هكذا يبيان دوغي خياتي صراحة نريحة تحهم رهي من أرواع ما يكون وديروا تانيت خياتي شوية تالفاني انسيت باش نقول لكم مقبل ولحبيتهم خياتي يعني بدوق الشوكولة تنحيو زوج مغارف بتاع الفارينة من هاداك الكاس وتعوضوهم بزوج مغارف بتاع الكاكاو البني الفاتح أنا ما فضلش هاداك الغامق هنا عندي اوبتيلة بدوق نوازات ناخد منها مغارفة كبيرة ونديرها الداخل انا هنالك خبتة عيرة هم سخونين يعني ما ممكن اني نوزع فيها ديك الابتيلة يعني شوية يتوزع بكل سهولة وراهي تطلع واحدة ريحة نودكم من شاهيكم تقدروا تديروا الداخل الفخاز تقدروا تديروا الداخل البانان تقدروا تديروا لزانانة اي حاجة بتاع فواكه اللي تحبوها لحتى مكسرات تقدروا تديروا الداخل مع الابتيلة المهم نكمل نوزحهم كامل الداخل باش هقديروا لهم قدمتهم في هاللاطباق الفردية يعني كل حبة وحدها قس افراد العائلة وزينتها بشوية علي الفخاز تزين خياتي بالحاجة اللي راهيم توفرها عندكم هذي الحبيبة الصغيرة جبتها لمروة المهم ما راهيش صايمة يعني صامتش حل من يوم ولكن انا ما خليتها شتصوم هي في عمرهات من السنين وصغيرة قلت لها ما يلحق العيد حتى تقول لي فيك اخلاص عدمة وحدة وقفة قلت لها صومي يا سيدين هار وحبسين هار هكذا يا ما تنظر شو تاني تتوالف الصيام من الصغر المهم كلتها بصحة مهما نراني درت هذي الطريقة وانتم ما ديروا الطريقة اللي عجبتكم الداخل تقدروا تاني كما قد لكم ديروا فيها الفواكه على برات تقدروا ديروا الفواكه هدا راهو اختياري درت هنا كمية على الابتيل لبدو وقنوازات درتها دخلتها داخل ميكورون تقول تنتلق غير شو يابرك يعني راهي طريا باش ندير هذ الخطوط تح الشوكولة فوق الحبات عليك خاب يعطيها شكل بزاف بزاف مميز على بلكم بالليل عين تاكلوا بالفم وهد القريعات تا سيليكون يعني يخدموا خطوط ممتازين هاي لك هنا الحبيبان دي لها هدو الخطوط من الفوق المهم انا من هيك عندي هد نصوصة تعليف خاز اللي حنشبح بهم من الفوق عندي هدك البيستاش اللي جاي ينكسر هكدا شوية خشين تاني باش نشبح به على بلكم هد الالوان يعطوا مع الابتلا من الفوق والحبة تعليك خاب يعطوا شكل بزاف بزاف مميز كما العادة والعويد لعين تاكل قبل الفم مدابينا هدك الحاجر اللي كي نشوفوها شغل تفتح الشهية باش ناكلوها المهم لنكمل نزين لحبيبات التاعي كامل بنفس الطريقة هكدا شغل ما مراني نقدم فيهم في أطبق فردية ولكن التزيين المدابية يكون كامل كيف شوفوا لخياتي هدك المنظر جو هيلين ما شاء الله توق تحهم جا ممتاز ممتاز الله يبارك نودكم ما شاهيكم يلحقكم هد الفيديو اللي عندكم مكونات هدو ما في الدار ديروا هدو الحبيبات تاعليك خاب وحطوهم مع شوية عشوية ولحبتو ضعفو المقادير حاجة بيننا رايحين تديروا كمية أكبر لنخياتي في التعليقات التحليات اللي رايحوا تديروا فيهم في الصهرة ولا الحاجة الخفاف في الضرف اللي رايحوا تديروا فيهم هكذا يا ربما لي تقرأ التعليق رايحة تستفاد من الحاجة اللي طيبتها وتاخد فكرة وتكون صدقة جارية عليك بإذن الله المهم خياتي في هاد الدنيا على بلكم بلك حاجة بسيطة تكون عليها أجر كبير وبلك حاجة بسيطة تاني تكون فيها دمب كبير ربي يجعلنا شاء الله سبه باش نديروا هادك الأجر الكبير مهما كان بسيط إن شاء الله ربي يجعلنا سبه باش تستفاد مننا الناس وتستفاد من الحاجات اللي نقدموها شوفوا خياتي هنا أنا عندي هدى سلطة الفواكه مرتحف هاد اللي فيغين اللي راكو تشوفوا فيهم كيما قلت لكم مقبل خير من تقعد لهديك الكمية الفاكه تدروا وتروح لإخسارة المهم كلوها هكذا ياخر من قاعدة بس حول هنا المهم هنا عندي هاد اطناجر خياتي اللي راكو تشوفوا فيهم ليجوا ثلاثة أنا هادو ما راني نستعملهم طيبوا فيهم هادو ما تعطي وتانيت الشغل تسربيوا فيهم ديري فيها الشربة ديري فيها الجواز تحطيها يعني أنيقة فقط طبلاح تكيجيك ضيف ماركيش رايحة تحشمي كامل بيها ولا حبيت تخليها غير تبرزونتي فيها هادا تانيت يرجع لك ولكن هي تعطياب أنا عندي هادوك ليسيرفيس كيما اللي عندي وريت لكم بالسوبيير كانين لي بلاسوبيير يعني درت لهم هاد اطناجر خرجت بزاف بزاف شاب يجو ثلاثة خياتي لغلط كيما بداريا نقول لكم للأخوات اللي يرفضوا تليفون عليكم هما لحياتكم السعر بالضبط ما شيلين مدوا أنا لي تتكلوا عليها يعني لا فيش تعليب راهي عندهم هما عندي هنا هاد لي شمان دو طب اللي فاتت ديروهم فوق طب لتعسلون منجي فوق طب الباس عندي في الغوز عندي في الباج عندي في البرونز عندي في الباج دوغي يعني فيها كامل الالوان انتي وش راكي حبا يديرو مية وخمسين الف للوحدة عندي هاد الكيت تعالي فيه خمس بياسات هادو هادو ما اللي نحطوهم فوق الطابلة مشي تعال المقلة يعني حاجة هموشا كنحطوهم فوق الطابلة يجينا هادك ضيف الله يبارك هادي ترفضوا بها القغاتان موس اللي تقطعوا به الباتيسري ولا هادك الفرشيطة الكبيرة ترفضوا بها رشتة المهم ولا القيطعة تعال الجاج المغارفة الكبيرة وتعنيت هادية اللي المدبحة شغل بالا لريحة لا فوق متاع المغارفة يعني بزف بزف شابين ولو انو للأمانة والله ما ميبانوا مليح في التصوير كي حطتهم فوق هاد البوتاج وكان طربة فيه الشمس ما بانوا ليش مليح شوفوا شكلهم مش حال شباب وحاجة هموشان كي ما قلتلكم كي تحطوها فوق الطابلة حاجة بطبعوشان يا خياتين نخلي لكم البري عند البنات ولا مراني رفدات وفيراس سينسيت وهذاك البري شوفوا طناجر كيفاش جايين لداخل عندي كي ما هما مقالي بلا لقطيوات تحهم عندي تانيت بزف بزف شابين جايين غامقين على هاتطني جراء المقالي حاجة من أروع ما يكون هادوك المقالي تحبي ديري فيها لابايلة تحبي ديري فيها الحاجة اللي ركي حبه يعني عندي بزف من توجد بها اللون الدهبي مازا ما صورته مش نارجعوا هنا للجباب بتاع العيد خياتي جبت لكم جباب حاجة موشا شوفوا لي هادي في الجباب شحر شبه هدا دهار تحا في هاد البروشا حاجة تحف الله يبارك الله يبارك تهبل تهبل شوفوا خياتي مخدومة هكذا في اليدين وفيها شحل من اللون الخضر البلو الوقي فيها الغوز فيها الوان بزف يعني صورتهم لكم هكذا على السريح ما صورتهم لكم شملح شوفوا خياتي شحر شبين حاجة هم وشن الله يبارك يعني تلبسيها اللي جيبين لهم هيبا ولا تفرح يروح كل العيد انا واحدة عجبوني بزف بزف شوفوا الالوان اللي فيها فيها نورما ملك حلا فيها هادي بزف شباب فيها البوات غوز فيها جبري اوبرجين وفيها تانيت هديك الارانجي يعني حاجة الالوان يهبلو عندي هاد الموديل تانيت اللي را كنتشوفوا فيها جاي ماخدو محاك دايا علي الدين وفيه نورما مون في الدهار سنان شوفوا نقلبوها ما اشتبت عليها مليح قلت لكم فيها في اليد وفي ها هادي احتال تحت فيها شوية هادي اللي جاية بالقالون حاجة بزاف بزاف هم وفيها كامل وفيها لطاي هادي اللي ما كنتشوفوا فيها راهي والله هي بارك تانيت الباسين شوفوها من تحت كيفاش جاي هذا للقالون راهو حبط لها حتى للتحت ها قدا يا اخياتي الالوان اللي فيها فيها الفاخ فيها الباج فيها الغوز فيها هادي نورما وفيها تانيت يعني فيها تشوفوا لون تنس اولون يعني انا الالوان نوعت لكم حق داي باش كل وحدة تشوف اللي راهي حبط حتى لمودا لنوعت لكم كاي اللي كبارت شي في اللاج وكاي اللي صغار تكل وحدة تلبس الحاجة والاستيل اللي راهي حبط المهم هادي تانيت بزاف بزاف شابة وفي اللبسة بزاف شابة والالوان تح من اروع ما يكون حاجة اهمة وشان هدية فيها الحزام خياتي هدية تتحزم ويديها هقدار رايحين شوية للفولاغ فيها هد اللي كولاغ اللي راك تشوفوا فيهم هديك الفاغ اللي كونت رفتتها هد الفريكي هد البلغوى الغوز وعندنا البلوسيال وعندنا هال غوش القماش يعني كي تنقص في البري نعرفوا باللي القماش الغالي راهو اخر من من القماش اللي يكون ارخيص عليها نجبت كامل كامل اللي بري هكذا يكون الوحدة تشوف اللي ساعدها تقتني هديك الجبة شوفوا هدي تخياتي فيها شحال من اللون نمير التليفون راهو مخارجين لكم على الشاشة تعيطوا لبنات يطعوكم اللي بري تهل الجبب اللي راكو تشوفوا فيها شوفوا الليكلور اللي فيها فيها الحمر فيها المارون فيها هدي شغل اللون تها القرفة فيها الكحل فيها البلغ وفيها شحال من اللون كانت هاد المودال اللي راكو تشوفوا فيه هدي تانيت فيها الوام زف ديرو كابتر على الجبة اللي عجبتكم تبعتوا هال نمير التليفون فيهم الفايبر وفيهم الواتساب خياتي تبعتونا فيهم احنا يا رانا رايحين نطوكم الاسعى لبنات الارامير يوسوفي وحياطوكم سعر تعكل الجبة انا خفت نخلط لكم في ليبري المهم ليبري حياطوهم لكم لبنات في التليفون دوكاتي كانوش نقول لكم وقول لكم صحاف دوركم وتبقى على الاخير